في الفيديو ده قدرنا نمشي المشاية الرياضية على الطاقة الشمسية مباشرة بدون البطاريات بدون حاجة للكهرباء المنزلية وقدرنا نوفر في استهلاك الكهرباء بنسبة 100% يعني هتقدر تقول وداعا لفطورة الكهرباء بالنسبة للمشاية الرياضية هنا أنا وصلت لحين الخلايا زي ما انتم شايفين توازي كمان تلاحظ ان المشاية بطيئة في السرعة هنقدر نزود السرعة دلوقتي ولكن نفق الاول الغطا علشان نقول لاخوتنا احنا هنا لغينا البوردة نهائيا واخدنا اطراف المحرك الديسي اللي بيعمل بكهرباء موجب وسالب على الخلايا الشمسية مباشرة انا هنا اقدر اتحكم في السرعة واطور الفكرة زي ما انا عايز ده بيشتغل ب180 فولت ديسي ولو وصلت عليه 80 سيشتغل 50 سيشتغل 70 فولت هيشتغل حابب تزود السرعة هنلغي بقى توصيلة التوازي ونوصل توصيلة التوالي تلاحظ ان السرعة زادت الضعف ما شاء الله السرعة زادت الضعف انا اقدر اتحكم وازود السرعة اقدر ازود السرعة اقدر في الفيديو القادم لو انت حابب المحتوى او حابب الفكرة نفسها وعندك رغبة ان احنا نكمل فيها انا ما عنديش مانع انا عندي خلايا تانية هزودها وكمان هعمل حاجة نقدر نزود منها السرعة ونخفض منها السرعة زي ما احنا عايزين على حسب رغبة حضرتك هنا الاطراف المجب والسالب بتوع المطور اهم علشان ممكن اي حد يفكر نحنا مصاينك ارباء من المنزل الخلايا هنا هي اللي شغالة البردة دي مش شغالة نهائي انا شغال كده باستخدام الشمس مباشرة بدون الحاجة للانفيرتر بدون الحاجة للبطاريات انا حابب ازود السرعة انا بقولك ما عنديش مانع الفيديو القادم ازود لك السرعة حابب اعمل لحضرتك نظام اكرة تقدر تزود منها السرعة اقدر اعمل لك كل اللي انت عايزه بس ده بناء على تعليق حضرتك وتشجيح حضرتك لينا هتكتب فيه التعليقات كمل الفكرة او طور الفكرة او زود الفكرة بالنسبة للسرعة زودها بالنسبة لي رفع القدرة انا ما عنديش اي مشكلة ان اعمل لحضرتك كل فكرة بتدور في خيالك هنا توصيلة التوالي زي ما قلنا هنا رفعت معايا الفلطية وبذلك زادت السرعة بتاعة المشاية الرياضية انا بقدم لحضرتك افكار وان كانت بسيطة ولكن مفيدة وحصرية فياريت بعد اذن حضرتك تدعمنا باللايك وكمان تشرفنا بالاشتراك وتشاير الفيديو عندك علشان نقدر نستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته